وكأنها لم تكن أحد ملفات الاتفاق الأممي في السويد ومحط اهتمام وضغوطات المسؤولين الأمميين والإعلام الغربي الحديدة مدينة الاتفاق الهش والمعاناة المتواصلة والمتراكمة فشلت فرق البعثات الأممية ومسؤولها في إحداث أي خروقات إيجابية على المستوى الأمني فخروقات مليشيا الحثي مستمرة وقذائفها تتواصل على التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية وأعداد الضحايا من المدنيين في تزايد يقابلها صمت وتجاهل أممي مريب هنا قصف مدفعي حثي على أبرز المجمعات الصناعية شرقي المدينة حيث مجمعوا إخوان ثابت إذ دمر القصف مصنع الألبان بالكامل وقتل أحد العاملين فيه تمثل خروقات المليشيا وتنصلاتها ومراوغاتها أهم السهم في جزد اتفاق السويد الأممي المتعثر وفي ملف الحديدة وإيقاف إطلاق النار فيها تحديدا في حي شارع موسى السكني وسط المدينة سقطت قذيفة حثية قتلت مدنيا وأصابت إثنين آخرين فيما ألحقت أضرارا مادية بمنازل وسيارات المواطنين تتزامن هذه الجرائم مع انتهاء فترة كبير المراقبين الأمميين لوليسغارد الذي أنهى مهمته بلا أي تقدم يذكر وطبقا لوحدات استطلاع الجيش الوطني تم رصد استحداثات عسكرية حثية وهو ما يهدد بوائد الهدنة الهشة وعودة المعارك إلى مربعها الأول وكأنها أخذت ضوءا أمميا أخضر بالاجهاز على الاتفاق الأممي والهدنة المفترضة ما يجري في المدينة يحدث أيضا في ريف المحافظة وتحديدا في مديريات الساحل الغربي حيث تفيد الأخبار اليومية بسقوط ضحايا مدنيين بسلاح مليشي الحسي وسلاح الجوع والأوبئة وكلها أسلحة تفتك بسكان المحافظة التي عجزت الشرعية ومن ورائها التحالف وكذلك المجتمع الدولي عن وضع حد لمأساتها إنسانيا تبدو الصورة أكثر واجعا وألما في حيث والمناطق المجاورة حيث يتذور الأطفال جوعا ويعانون سوء تغذية حاد فيما توصد المراكز الصحية والمنظمات الإنسانية أبوابها في وجوههم بحجة عدم القدرة عن تلبية الحاجة المتزايدة أما الحكومة الشرعية فشبه غائبة عن هذه المناطق وكأن سكانها لا يعنيها أمرهم